الرئيس تبون أكد أن الجزائر تحولت من بلد مصدر وعبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين جراء تدبير الأمنية لحماية الحدود الخارجية المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي تحولت الجزائر بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي عرفتها في الفترة الأخيرة وكذل الاستقرار الذي يميزها من بلد مصدر وعبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل والصحراء ومن بعض مناطق النزاع في بعض البلدان العربية وهو وضع ازداد حدة بفعل التدابير والترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتجديد إجراءات منح التأشيرات